أفضل الصلاة وأتم التسليم مرحبا بك يا طالب السادس ابتدائي في مادة العلوم سنتعرف اليوم على درس التربة في الدرس الأول وهي التربة ما هي التربة وكيف تكونت التربة عبارة عن خليط من فتاة الصخور وأجزاء نبات ومخلوقات ميتة أجزاء النبات والمخلوقات الميتة يطلق عليها مواد عضوية تنتج في التربة نتيجة موت المخلوقات الحية وتحلل أجسامها بواسطة المحللات والددان لكن فتاة الصخور يتكون عن طريق عمليات التجوية والتعرية التي تحدث للصخور بمعنى أن الصخور عندما يتعرض إلى رياح وإلى أمطار وإلى زلازل فإنه يتفتت هذا الفتاة سيكون للتربة بالإضافة إلى المواد العضوية المتحللة التربة تعتبر مادة أو مورد متجدد بمعنى أنها لا تنقطع ولا تنتهي في الأرض إنما هي مورد متجدد يتجدد باستمرار أيضا التربة تغطي معظم اليابسة ولا تستطيع نبات والحيوانات العيش من دونها أيضا تغطي معظم المناطق الحيوية كالغابات والمناطق العشبية وأيضا الصحراء لكن التربة تحتوي على طبقات هذه الطبقات تظهر أكثر وأكثر إذا حفرنا في أعماق هذه التربة نطاق التربة هي عبارة عن طبقات التربة يطلق عليها نطاق يوجد ثلاث أنطقة وثلاث نطاقات للتربة نطاق الأول وهو التربة السطحية التي نستطيع الحفر فيها وملامستها تحتوي معظمها على جذور النباتات وأيضا هذه التربة غنية بالمواد العضوية اللازمة لنمو النبات غنية بالماء وأيضا غنية بمادة الدوبال ما هي مادة الدوبال؟ هي جزء من التربة تتكون من المواد العضوية المتحللة أي من بقايا الكائنات الحية والنباتات الميتة المتحللة الدوبال بمعنى آخر السماد الطبيعي يحتوي على مواد موضية جدا تستفيد منها النبات لعملية نبوها نأتي إلى النطاق باء وهو أسفل النطاق ألف نستطيع الوصول إليه عن طريق الحفر العميق النطاق باء يسمى تربة تحت السطحية فيه نسبة قليلة من الدوبال نسبة كبيرة من الصخور المتفتتة ونسبة الماء فيه جدا قليلة نأتي بعد ذلك إلى نطاق جيم نطاق جيم كما ترون مجموعة من الصخور صخور التجوية التي تتفتت فيما بعد لتعطيني تربة هذه الصخور جدا كبيرة معدوم الدبال في هذه النطاق وأيضا لا يوجد مياه في هذا النطاق نأتي إلى بعد ذلك إلى كيف تستعمل التربة كيف يمكن أن يستعمل التربة التربة هي المكان المخصص لنمو النباتات وتثبيت جذورها بالداخل تربة الغابات طبقة رقيقة تحتوي على القليل من الدبال لأن الأمطار تحمل المعادن إلى أعماق الأرض بالداخل ولا تستطيع نبات قصيرة الجذور الوصول إلى تلك المعادن لذلك فإن الغابات تحتوي على أشجار عالية جدا أما التربة الصحراوية فهي رملية لا تحتوي على الكثير من الدبال ولذلك الغطاء النباتي الموجود في التربة الصحراوية قليل جدا أما في التربة الأراضي العشبية فهي صالحة للزراحة لأنها غنية بالدبال الذي يكون يتواجد بكثرة في النطاق ألف بالتالي هو الطبقة السطحية بالتالي نمو النباتات والغطاء النباتي وفرصة نمو نباتات ذات الجذور القصيرة سيكون أعلى التربة يمكنها أن تتآكل بفعل المياه والرياح ويمكن أن تنجرف وتتغير أماكنها لكن جذور النباتات هي التي تثبت التربة في مكانها وإذا أزلنا النباتات فإن أزلنا التربة وعملنا عملية تعرية للتربة المغضيات الموجودة في التربة بشكل طبيعي تستفيد منها النباتات لأن النباتات تحتاج إلى هذه المغضيات لنموها لكن التربة قد يحدث لها عملية تلوث ما معنى التلوث؟ هي إضافة مادة ضارة إلى التربة أو الماء أو الهواء التي هي الموارد المتجددة الموجودة في الطبيعة التربة ممكن أن تتلوث عن طريق وضع المواد الكيميائية فيها ورمي القمامة أيضا ورمي نفايات المصانع في الأرض وعلى التربة فممكن أن تتلوث بالمواد الكيميائية كمبادات الحشرات التي تستخدم في المزارع أيضا ممكن كما ذكرنا أنها تتلوث عن طريق كب النفايات كالبلاستيكات وما إلى ذلك كيف تتم المحافظة على التربة؟ أولا حتى أحافظ على التربة لا بد أن أمدها بالسماد الطبيعي السماد الطبيعي الذي يحتوي على المغذيات أيضا أني أعمل على زراعتها لأن كما ذكرنا الزراعة هي التي تعمل على تثبيت التربة وتعمل أيضا على تثبيت المواد المغذية في التربة كتثبيت النيتروجين بزراعة البقوليات أيضا باستخدام الأشرط المتبادلة أي تساعد جذور النباتات على عدم انجراف التربة يستخدمونها المزارعين دائما بحيث أنهم يزرعون صف من الأشجار ثم صف من الأحشاب وهكذا هذا يتساعد أيضا على الحفاظ على التربة أيضا الحراثة الكنتورية الحراثة ستساعد على تثبيت التربة لأن التربة ستنجرف بواسطة الأمطار السريعة والسيول أيضا المدرجات عمل المدرجات في الجبال وعلى سفوح الجبال تساعد على تثبيت التربة وزراعتها زي المدرجات الموجودة في جبال أبهى مثلا وجبال أسير مصدات الرياح المزارعون دائما يستخدمون أشجار طويلة حتى تقلل مسرعة الرياح لأن الرياح لما تتعرض التربة للرياح فإنها تجرفها وتصبح الرياح محملا بالغبار ما هو الغبار؟ وعبارة عن فتاة التربة أيضا القوانين بأن الحكومة تصدر القوانين لحد من تلوث في التربة عدم رمي النفايات في التربة عدم رمي المصانع نفاياتها الكيميائية في التربة أيضا عدم مثلا قطع الأشجار والزراعة ترجمة نانسي قنقر